هما بين 30 و40 سائق طاكسي وناقل عمومي جاءوا إلى مدرية النقل وليتالت للإحتجاج على حرمانهم من منحة المليون سنتيم التي أقرت سلطات العليا للبلاد تعويضا للضراري من الحجر السحي دي بايت سينكو جبدو لي واحدة كوبي ميتا لقرت بوليات على القوالي ثم غرفاني بالدوسي وهنا ليتكلفت بالدوسي تاجماتي قال لي لا سيماعدك ما تريك رامي ما تخلصها مولا رحت المحتاجون اعترضوا على طريقة معاملاتهم في المديرية حيث لم يتم استقبالهم من أي مسؤول يستمر الغموض والكيل بمكالين طوال البلدية يقول لك احنا خاطينا جي هنا يقول لك رك مستفيد في خمس خاطرات نجيم هنا ودفعتنا من استمارة هنا ومحبوا شي فوتون هنا كيروحنا البلدية البلدية قال لك الرزقاس كيروحوا للترانسبور كيروحنا للترانسبور قال لك رحوا للبلدية في هذه العليست كيني الناس راها مزوج ثلاثة راها من دوبلين ومن تريبلين في هذه العليست احنا نطلب من والي ولاية تيارت يفتح تحقيق مدير النقل كشف عن معالجة 4300 ملف والتحقق من الاستمارات المودعة يؤكد ان المقصيين اما خير ناشطين في القطاع من سنوات او استفادوا من اعانة الدولة عن طريق البلديات